اشتركوا في القناة هذا المعنى هذا المعنى الكل الذي يشمل المبادئ والوسائل والغيات حتى يسهل علينا نحن فهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهم ملطن القدوة فهو فهم المعاني التي يهدف إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فعندما يقول مثلاً ما أنا عليه وأصحابه يتكلم عن منهج جماعي مجموعة من الصحابة متكاملة يكمل بعضها البعض متنوعة متناغمة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان متفرقين البشر البشر متنوعين يعني فيهم الإنسان العصبي فيهم الهادئ فيهم اللي مولع بطلب العلم فيهم مولع بالجانب العملي فيهم مولع بالجانب النظري فيهم اللي يحضر بزاف فيهم اللي يعمل بزاف إلى آخيري هذا الأمور كلها في الحقيقة لما يقول ما أنا عليه وأصحابي يعني نجد أن الصحابة في الحقيقة ليسوا نسخاً من بعضهم البعض لأنهم مجموعة من البشر قبل كل شيء وهم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوجههم وهو يعني يكلف هذا ويعرض عن هذا ويعترض عن هذا ويقر هذا هذا كلهم كانوا يمثلون هذا المجتمع فلما يقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي أي أنكم أيها المسلمون مهما تنوعتم مهما كانت طرق تعاونكم مع بعضكم البعض طرق فهمكم مدارككم قدراتكم العقلية أنتم لا تخرجون على هذا النموذج اللي هو المجموعة اللي كانت محيطة بالرسول صلى الله عليه وسلم نجد أيضاً حديث آخر اللي يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هنا يتكلم لنا عن ثلاثة أجيال فاضلة هذه الثلاثة أجيال الجيل المؤسس والجيل المتبع والجيل الوارث وهؤلاء الجيل الثلاثة في الحقيقة عادة في المشتمعات هم الذين يمثلون التصور الكامل للمجموعات ابن خلدون رحمه الله يذكر مثال في الدولة في طبيعة الدولة يقول أن الدولة المؤسس فيها الأول هو الأقوى لماذا هو؟ لأنه كان يبني وهو الذي كان له الحرص وهو يسهر الليل من أجل إبداع من أجل الثاني الجيل الثاني يكون أقل من هذا المستوى لكنه قد يكون عنده مستوى عالي في المحافظة على هذا المستوى المستوى الثالث منه يبدأ التنازل يعني يبدأ العد التنازلي للمؤسسة طبعا حينما نتكلم نحن عن الجيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين في الحقيقة نتكلم عن التصور الكامل للإسلام بجميع جوانبه الجانب العاطفي منه الجانب العقلي الجانب التربوي الجانب السياسي الجانب الثقافي العام جانب نشأة العلوم التي بدأت في ذلك الوقت من أجل توضيح هذا الدين فإذن هو يقول يتكلمنا على أيضا يتكلمنا على ثلاث أجيال وليس على جيل واحد فقط بمعنى أن هذا الإسلام أرقى ما يمكن أن نفهمه هو من يد الصحابة ما أنا عليه وأصحابي ثم بعد ذلك يأتي الجيل الذي بعدهم ثم الجيل الذي بعدهم الثلاثة وكل واحد له من الإضافات ما ليس في السابق لماذا؟ لأن هناك مستوى من الحرص في هذه البقعة في هذه الفترة الزمنية من الناس حقيقة يعطون النموذج العالي للإسلام وما ينبغي أن تكون عليه الأمة وكيفية التعامل مع الوحي طيب هذا المجتمع ليس كله نسخا من بعضه البعض يعني ليس مستوى واحد فلا هو كما يقول مجتمع من الملائكة ولا هو مجتمع من الشياطين فيه المستويات متعددة الصحابة رضي الله عنهم وكلهم على عيننا ورسنا وهم أعلى مستوى وهم موثقون بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وفي نفس الوقت لكنهم ليسوا على مستوى واحدين كانت فيهم العالم وكان فيهم ليس من العلماء وإنما هو من عوام الناس وكان فيهم المجاهد وكان فيهم رب المال وكان فيهم السياسي وكان فيهم المربي وكان فيهم الأب والأم والبنت والولد وإلى آخير يعني مجتمع المجتمع واش معناها؟ معناها كله فيه كل الأطياف والنمية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا